اهلا بكم مشاهدي القناة مرحبا بكم في فيديو جديد خاص دايما باخباري المنتخب الوطني الجزائري اذا وفيما يخص تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري التي اختارها بيتكوفيتش للدخول في مباراة الجزائر ليبيريا المقررة بعد حوالي ساعة من الان فاختارها بيتكوفيتش والكسيس قندوز في حراسة المرمى في خطة الدفاع كل من محمد الامين توغاي مندي ورامي بالسبعيني اما كلعبي رواق او اظهرة كل من حجام ويوسف عطال اما في خطة وسط الميدان فاختارها كل من قندوسي وشيبي اما في خطة الهجوم فاختار بيتكوفيتش كل من رياض محرز امين قويري واخيرا كرأس حربة بغداد بونجح ما رأيكم في هذه التشكيلة شاركونا اراكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن اخبار الرياضة في حينه شكرا لكم مرة اخرى